السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الأربعاء تسعة تشرين الأول أكتوبر طبعا اليوم عندنا القمر موجود في القوس لغاية الساعة تسعة وثماني وثلاثين دقيقة صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش بعدها بده ينتقل القمر لبرج الجدي ورح يضل موجود في برج الجدي لغاية الساعة أربعة وثلاثين دقيقة بعد عصر يوم الجمعة أيضا عندنا حدث اليوم اللي هو تراجع كوكب المشتري في برج الجوزة القمر الآن موجود في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يضل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة تسعة وثماني وثلاثين دقيقة صباحا من صباح اليوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية القمر بما أنه موجود في برج القاوس لغاية ساعات الصباح معناته بنشعر بالارتياح والسعادة والنشاط وبنلتقي بأناس أكثر سعادة وبنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاولنا والطاقة العالية وبيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازات وممارسة الرياضة والخروج في النزهات ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم مهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش ورح ينتهي الساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة سبعة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرانيتش رح يبدأ كوكب المشتري الموجود في برج الجوزاء رح يبدأ بعملية التراجع وعادة كوكب المشتري بيتراجع قرابة الأربع شهور إذن تراجعه رح يستمر من اليوم ورح يضل لغاية يوم أربعة اثنين ألفين وخمس وعشرين الساعة تسعة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش ودائما لما بيتراجع كوكب المشتري في أي برج نشعر بفقدان الحماس بخف تفاؤلنا وممكن يصير نوع من أنواع التعطيل في المجالات اللي بتتناول أو اللي بيركز عليها هذا الكوكب أو بيتحكم فيها اللي هي الأمور تتعلق بالصحافة والنشر والطباعة والأمور اللي تتعلق بالبنوك والصيرفة والدراسات الجامعية والأمور الفلسفية الأمور الدينية والترحال خاصة لمسافات أو السفر لمسافات بعيدة بصير فيها بعض الأعطال وعادة في فترة التراجع دائما نحكي نفس الكلام يجب أن لا نعتمد على الحظ لازم نعتمد على أنفسنا عشان نقدر نحصل النتيجة المطلوبة بهذا الوقت الساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش القمر خلاص بنتقل بيستقر في برج الجدي عشان هيك من ساعات الصباح منصبح أكثر عقلانية ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك أن الأمور ما رح تكون سهلة بالنسبة لإلنا وبعضنا ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحظ يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين أو الأمور التي تتعلق بالضريبة والبنوك بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية من الآن وحتى ساعات الصباح عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن هذه الأعضاء اللي بتصير أكثر حساسية طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم وأيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل ولكن بالنسبة للعمليات اللي تتعلق بالبشرة أو بالجلد يعني حاولوا قدر الإمكان اللي هي العمليات اللي ما بتترك أثر أو ما إلها أعراض جانبية أما بالنسبة لإزالة الشعر الزائد فما بنصح فيها نهائيا خلالة اليوم لا بالليزر ولا بالطرخ التقليدية لأنه من ساعات الصباح بصير الجلد هو الأكثر حساسية يصلح هذا اليوم لا قص الشعر التجميلي ولكنه لا يصلح للصبغ يصلح للحنة وأيضا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح يستقر في برج الجدي خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة بيبدأ الساعة 53.52 دقيقة عصرا بتوقيت جرانتش وبيستمر حتى تمام الساعة 34 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المربع عمره 7 أيام الآن الساعة 49.44 دقيقة صباحا بتوقيت جرانتش منبدأ باليوم الثامن نسبة الإضاءة نهاية اليوم 41% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22 سعيد بنسبة 60% القمر في القوس رح ينتقل للجدي ورح يظل موجود في الجدي إلى يوم 11 منتحس الآن بنسبة 25% ساعات الصباح منتحس بنسبة 40% ساعات الظهر منتحس بنسبة 10% ساعات المساء سعيد بنسبة 15% عطارد في الميزان حتى يوم 13 سعيد بنسبة 15% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 سعيد الآن بنسبة 45% ساعات الظهر سعيد بنسبة 70% المريخ في السرطان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4 منتحس الآن بنسبة 40% ساعات الصباح منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15 منتحس بنسبة 10% قرانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 7 12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 12 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بيظل التركيز على أمور تتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة الامتحانات الجامعية بيظل فيه برضو نوع من أنواع الشعور بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم بعضكم ممكن يحصل على معلومات جيدة أما من ساعات الصباح وما بعد بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء أنه ما ترتجلوا المواقف والتصاريح عشان ما تقعوا ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسؤوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد حاول أنك تلتزم بمسؤولياتك برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا بيظل التركيز على الأموال المشتركة اللي هي الأموال اللي إلها علاقة يعني بيكون فيه شريك بينك وبين شخص أو أموال مشتركة بمال زوج زوجة بنك ضريبة تأمين هاي كلها أسماء مشتركة أو أموال مشتركة بيظل فيه فرصة لمكسب مالي أو حل مسألة مالية تتعلق ببنك أو ضريبة ولكن بتكون تخففوا من النفقات وحاولوا أنكم تغامروا بأموالكم نهائيا خلال هذا اليوم من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في مجال السفر أو الاتصالات البعيدة أو اللقاءات أو الامتحانات الجامعية وبيكون فيه لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب تتعلق بسفر أو تسويق أو نشر أو دراسات عليا أو بتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة يعني تحرك على مختلف الأصيدة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر موجود مقابلك لغاية ساعات الصباح فبيضل التركيز على أمور الشراكة شراكة مالية عاطفية ما بين الأزواج جيدة لتعزيز شراكاتكم أو لمصالحة لمعاتبة لإنهاء ملف أو خلاف ولكن بدون عصبية وبدون مشاكل لأنه أنت بتظل الحلقة الأضعف وطاقتك ضعيفة برضو بدك تنتبه لصحتك من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أدخلوا تعديل على نمط حياتكم لأنه تطلب إعادة الحسابات ووضع معادلة جديدة للأموال المشتركة لا بنك أو ضريبة أو قروض وبيط ما إن بالك وممكن تفرح لتطور ما فتر جيد لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سافقة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر الآن في مراحل المقابلة إذن الآن هو موجود في البيت السادس لغاية ساعات الصباح بظل مركز على العمل وعلى الصحة حاولوا أنكم تنجزوا ما بوسعكم من الأعمال حاولوا ما تدخلوا بأي خلاف ما بينكم بين زملائكم أو معاونينكم بالعمل ممكن يتراكم بعض الأعمال أو تجد صعوبة في إنجاز بعض الأعمال أو حتى تتهرب من أعمالك أو يصير في خلاف ما بينكم بين أحد الأشخاص احذر من العصبية والأمور الصحية أما من ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم ولكن بدك تحافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا أي كلام وما توجهوا ملاحظة لأنه خصمكم قوي بالفترة هاي وطاقتكم ضعيفة فأنت اللي رح تكون خاسر فبدك تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود في البيت الخامس لغاية ساعات الصباح فبظل رغبتكم قوية في التقرب من أحباكم أو أبنائكم أو أحد الوالدين وبرضو بظل في نوع من أنواع تعزيز العلاقة الجيدة وبرضو ممكن يكون في فرحة أو مناسبة سعيدة أو خبر بيسعدك أو حل مشكلة كانت معقدة فترة جيدة ممكن تطرح خلالها بعض الأفكار أو يكون فيها بعض الارتباط أما من ساعات الصباح وما بعد بيتراكم العمل لديكم حاولوا أنكم ما تهملوا صحتكم حاذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن أنه يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب وممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة أو تشعر بنوع من أنواع التوتر برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا الأمور اللي تتعلق بالبيت والعائلة والمسكن هي هاي اللي بتظلم سيطرة عليك لغاية ساعات الصباح فممكن يكون في بعض الأعطال أو المشاكل أو الخلافات أو ردات الفعل السلبية أو حدث عائلي بسبب أمر صحي وممكن أنه يكون في بعض القلق حاول قدر الإمكان إنه ما تتهرب من المسؤولية الأجواء بظل فيها نوع من أنواع التوتر فبدها نوع من الحكمة أما من ساعات الصباح وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم وبتفرحوا لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة أو تتلقوا إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بظل في نشاط بالاتصالات أو التنقلات أو الاهتمام بالإلكترونيات أو السيارات وبتظل فترة يعني ما تعتمده كثير للي بيكون عنده امتحانة أو مقابلة على الحضوض بدك تركز بشكل جيد وبتدعمك بعض الحضوض في بعض المسال تسويق طرح فكرة حوار نقاش أشياء من هذا القبيل أما من ساعات الصباح هنا بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها بتثير اضطرابك وامتعاضك حاول أنك ما تخالف القوانين ويحترم الموعيد والالتزامات المهنية ويهتم بعائلتك برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب بيظل في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب ممكن يجي من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم من الآن وحتى ساعات الصباح ولكن بتكونوا حذرين من النفقات وحاولوا أنك تمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية وانتبهوا من النصابين والمحتالين بهذه الفترة أما من ساعات الصباح وما بعد هنا الأجواء بتصير نشطة جدا تكثر عندك الاتصالات والتنقلات وهي فترة مهمة للتواصل مع الجميع ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية أو تقوم باتصالات واسعة أو بعضكم ممكن يهتم بمسائل تتعلق بالسيارات أو الإلكترونيات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط أيضا من الآن وحتى ساعات الصباح وبكون في نوع من أنواع الانفراج ممكن تسمع خبر تكونت بتنتظره أو تنحل مسألة كانت صعبة بالفترة الماضية أهم إشي إنه لازم تتحل بالحكمة في حل بعض المسائل أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم ممكن تحصلوا على بعض المكاسب المالية أو الهدايا أو جائزة أو تحل مسألة مالية أهم إشي إنك ما تغامر بأموالك هذه فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرارات حازمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن خلال هذا اليوم بالنسبة لما وليد برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم من الآن وحتى ساعات الصباح لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بظل في نوع من أنواع التعب أو القلق أو بتحس إنه ما عندك رغبة في شيء أو بتشعر بالإرهاق أو الاكتئاب لا تخلي الوسواس أيضا يسيطر عليك من ساعات الصباح وما بعد بتستعيد ونشاطكم وحيوياتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وتمارس جاذبية لا تضاهل البدء بمشروع أو خطة جديدة وبتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم من الآن وحتى ساعة الصباح ولكن بدكوا تنتبهوا حاولوا تنجزوا وتمموا الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعة الصباح قبل ما يوصل القمر لبيت متاعبكم أشخاص منكم اليوم ممكن يحققوا من هذا الوقت من الآن وحتى ساعة الصباح يحققوا أمني أو مساعدة من صديق أو من أحد المعارف أو يكون واسطة ليله لحل مسألة معينة أهم شيء أنه تضبط عصابكم ما في داعي للمشاكل مع المحيط من ساعات الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة وحاذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بالظل هذه فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل من الآن وحتى ساعات الصباح واللي بيعملوا بإمكانهم أنهم ينجحوا بالدفع بمصالحهم أو تعزيز علاقاتهم مع المسؤولين عنهم وبرضو بإمكانك تحافظ على إنجازاتك القائمة ولكن هدئ من روعك وما تنفعل وما تخال في القوانين وما تجازف وما تغامر وما تتهور عشان ما تشوه سمعتك لأنه هذا بيت السمعة أيضاً من ساعات الصباح بتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتوجه لدعوة لحضور حفلة أو مناسبة حول تصحيح العلاقات المتردية ما تبقوا وحدين فترة ناشطة وواعدة دراسياً مهنياً عائلياً وبتكثر فيها الاتصالات والموعيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء